السلام عليكم ورحبا بكم خواتي في قناة سوق السيارات مشاهدوا اشتركوا في قناة فعلوا الجرس ودروا نجمع الفيديو وربي يحفظكم ان شاء الله لجأت وكالات المراقبة التقنية للسيارات قبل اشهر الى رفع الاسعار ب30% مقابل تخفيف من نقاط المراقبة التي تثير الكثير من الجدل حول مركبات متهالكة تسير في الطرقات بمحاضر سلامة مشفوك فيها وهو ما دفعنا للوقوف على حقيقة عمل الوكالات المراقبة التقنية للسيارات والحديث مع المختصين والعاملين في هذا المجال والذين اجمعوا ان محاضر سلامة المركبات تحولت الى تجارة وبزناسة حيث تعمل كل وكالة على استقطاب وعرضاء اكبر عدد من الزبائن الذين يتحصلون على المحاضر بالمجاملة والمحابات مركبات مهترئة تسير بمحاضر سيارات سليمة رغم ادخال المؤسسة الوطنية المراقبة التقنية للسيارات نظاما معلوماتيا جديدا بهدف تحسين مراقبة التقنية والحد من التدخل البشري في هذه العملية وتقديم رقابة فعالة ونوعية لمواجهة الغش والاحتيال في منح محاضر السلامة بعد تسجيل عديد من التجوزات التي تسببت في غلق ازيد من عشر وكالات وتوجيه انذارت لـ 25 سنة 2021 غير ان دار لقمان بقيت على حالها ولا تزال عمليات الغش والتلعبات في توزيع محاضر السلامة مستمرة والتي توزع الكثير منها على اساس المحابات والمجاملة وهو ما وقفت عليه الشروق ميدانيا من خلال زيارتها للعديد من وكالات المراقبة التقنية في كل من العاصمة البليدة وتبازة والتي يكتفي اصحابها بمرقبة نقطتين فقط تتعلقان بسلامة المركبة من اصل عشر نقاط اساسية يجب مراقبتها بعمق من اجل توزيع محاضر السلامة على السيارات التحايل على اجهزة المراقبة تعمل اجهزة المراقبة التقنية على اختبار بعض اجزاء السيارة على غرار نظام الكبح والتعليق والثبات والتوازي والتي تعتمد على مؤشرات يصعب الغش فيها والسيارة التي لا تتحصل على نقاط معينة لا تنجح في امتحان الرقابة بطريقة عالية غير ان العديد من اعوان الرقابة يتحايلون على هذه الالات باعادة برمجاتها بطريقة يسهل التلاعب بها فمثلا تعمل هذه الاجهزة على اختبار المكابح وممتصص صدمات على مستوى العجلات الاربع دفعة واحدة غير ان الاعوان يجعلونها تراقب كل عجلتين على حيدة والعجلات التي تحتوي على مكابح وممتصص صدمات سليمة تختبر مرتين ويساعد العون مكابح العجلات بمكابح اليد حتى تكون النتائج سليمة وهما وقفنا عليه ميدانيا ونحن نراقب كيفية فحص نظام الفرامل والتعليق للعديد من السيارات فهم عون الرقابة وارضاء الزابون وتمكينه من الحصول على محضر السلامة بشدة طرق حتى لو كانت سياراته غير قابلة لسيه اهمال 80% من الرقابة التقنية تلزم المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات وكالاتها التي تتجاوز 400 نقطة رقابة وطنيا بمراقبة 10 نقاط أساسية تتعلق بسلامة السيارة وهي الرقم التسلسلي الفرامل منتص الصدمات توازي العجلات قطع الغيار المتحكمة بنظام التعليق أضواء المركباء الزجاج العجلات العاتم وآخرا القطع الظاهرة للمحرك على غرار الزيت وسواء التبريد والفرامل وتنظيف الزجاج والتوصيل الكهربائي للبطاهية وغيرها من الأجزاء المهمة لضمان السير الحسن للسيارة غير أن 80% من نقاط الرقابة لا يتم اختبارها في أغلب وكالات الرقابة التقنية التي تكتفي بمرقبة الفرامل وممتص الصدمات فقط وباستعمال الكثير من الحيال لتمكن السيارات من الحصول على محاضر السلامة وهو ما وقفنا عليه فعليا عند أخذ سيارتنا للرقابة التقنية لأحدى الوكالات التقنية في بيرخادر أين قام عون الرقابة بطلب البطاقة الرمادية وبعدها اختبر ممتصص صدمات الفرامل بطريقة سطحية لانتحصل بعد دقائق قليل على محضر يذبط خلوه مركبتنا من جميع العطاء حتى لوحة الانزلاق التي لم يتم عبرها اختبار ثبات السيارة يتم تلاعب بها لتعطي نتائج إيجابية لجميع السيارات وهو الأمر الذي يتكرر يوميا مع أصحاب المركبات في مختلف فكالات المراقبة التقنية تسليم محاضر سلامة لسيارات غائبة أكد بعض المراقبين التقنيين الذين تحدثتوا معهم أن أكثر وسائل التدليس في الرقابة التقنية يتعلق بتسليم محاضر سلامة لسيارات غير موجودة حيث يكتفي صاحب الوكالة أو المراقب التقني بمعلومات السيارة المسجلة على البطاقة الرمادية ويتم تحايل على أزهزة الرقابة بنقل معلومات عن سيارات سبق مراقبتها للحصول على محضر جديد تسجل فيها معلومات السيارات الغائبة التي يستفيد أصحابها من المحاضر بالمحابات المجاملة وأكدت مصادرنا أنه في حال استقبال عون الرقابة سيارة لا تصلح للسير فإنه يكتفي بتسجيل معلومات عن سيارة أخرى في محضر المعاين الرقمي الذي يسهل تلاعب به في مختلف أزاء الرقابة ورغم إلزام القانون وكالات المراقبة بفحص 64 سيارة يومياً كحد أقصى ومنح 10 دقائق لكل سيارة فإن عوان الرقابة المخالفين يتلعبون بمدة المراقبة لربح الوقت وتمرير أكبر عدد من الزبائن في وقت وجيز عمال يستقلون ووكالات همها إرضاء الزبائن أكد لنا عدد من العوان الرقابة التقنية الذين قدموا استقالاتهم بسبب كثرة تجاوزات والاستجابة لضمائرهم الحية أن أغلب أصحاب وكالات المراقبة التقنية للسيارات همهم الوحيد ربح المال وإرضاء الزبائن حيث يتجبرون العوان على التلاعب بمحاضر الرقابة التقنية بالتحايل على أجهزة الرقابة وتمرير أكبر عدد من السيارات بمحاضر مقشوشة ومزوعة وهو ما دفعهم إلى التخلي عن هذه المعنى التي تلغمها الكثير من الحيل والتلاعبات وسط التجاهل تام لمصالح الرقابة وفي هذا الإطار أكد لنا أحد الأعوان الذي كان يرفض تمرير السيارات التي تحتوي على عيوب أن مديره قال له بالحرف الواحد إما تتهل في الزبائن وتساعدهم في الحصول على المحاضر أو عليك بالبحث عن عامل آخر خاصة أن التنافس الشديد بين الوكالات التقنية لضفر بأكبر عدد من الزبائن وكالات مراقبة تقنية بداية أكد خبر سلام المرارية محمد كواش في تصريح أن وكالات المراقبة التقنية في الجزائر لا تزال بداية بتقديمها لمراقبة سطحية للسيارة وبوسائل تجاوزها الزمن حيث يتم إهمال مراقبة العجلات التي لها أهمية كبيرة في التحكم في ثبات السيارة وإغفال مراقبة الرقم التسلسل للمركبة والتغاضي عن سلامة الأضواء زجاج محرك والغازات المبعثة من العادل ونظام التوازي والتعليق والاكتفاء فقط باختبال فرامل وممتص صدمات بطريقة سريعة وصفحية وهذا ما يجعلنا نصادف يومي لكثير من السيارات التي لا تصلح للسير على الطرقات وتتوفر على محاضر مراقبة سليمة وانتقدم محدثنا غياب الكاميرات في وكالات الرقابة التقنية وعدم امتلاك الجزائر للأجهزة الحديثة التي تمكن من مراقبة 30 نقطة في السيارة وهو ما معمول به في أوروبا لكن عندما يتم مراقبة نقطتين فقط وهي المكابح ممتص الصدمات وإذا أردنا أن نتحدث عن تجاوزات وكالات المراقبة التقنية فهي لا تنتهي